أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن إجراء 295,380 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والكشف عن 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 136 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 هذا وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد